نفذت القوة البحرية تدريباً عابراً مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية والتي استمرت لعدة أيام وبدأت الفعالية بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكل الجانبين في حين تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والتي تتمتع بخبرات كبيرة في هذه المجالات ما يسهم في دعم الأمن البحري والاستقرار